يقوم وزراء خارجية أربع دول في جنوبي الشرق آسيا بزيرة للصين هذه الأيام وعقد الاجتماع الأول يوم الأربع بين وزير الخارجية السنوائي ونظره السنغافوري فيفيان باراكيشنان في مدينة نامبين بمقاطعة فوجان جنوبي الصين شاء الاجتماع في وقت نحتفل فيه الجانبان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات التبتونيسية بينهما حيث قال وانهي أن السين تدعم الأزيان في التماسك بمبدأ عدم تداخل في الشهون الداخلية للدول الأخرى كما عارب عن استعداده للمساعدة في وقف الفوضى واستيناف الاستغرار في ميمار وفي الوقت نفسه حنأ بلاكيشنان الحزب الشيئي السني بالذكرى الميوية لتأسيسه مضيفا أن سينغافورة مستعدة للتبادل وجهة النظر مع السين بشان رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ورابطة تولي جنوب شرق ياسيا